اشتركوا في القناة وخدمة اسكانية والتي تعكف الوزارة على توزيعها في الوقت الراهن خمس سنوات مضت كانت ولا تزال شاهدة على مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تم تنفيذها وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وضاحية الرملي بالإضافة إلى مدينة شرق سترة التي بدأ العمل بها مؤخرا وقد بلغت المشاريع التي تم تنفيذها ضمن مشاريع المجمعات السكنية أربعين مشروعا وتم تنفيذها في مختلف محافظات المملكة وهو الأمر الذي أسهم في توفير عدد من الوحدات يلبي الاحتياجات السكنية لآلاف الأسر البحرينية وفق معيار الأقدمية للطلبات لدى توزيع مختلف المدن والمشاريع الإسكانية ووفقا للأنظمة المتبعة في هذا الخصوص وزارة الإسكان أوضحت أنها تعكف حاليا على توزيع عدد من المشاريع الإسكانية غير التنفيذ تتنوع ما بين شقق التمليك والوحدات والقسائم السكنية وذلك في كل من مدينة شرق الحد ومشروع البحير ومدينة سلمان وبمناطق متفرقة بمحافظات المملكة وتأتي عملية التوزيع بفضل الرعاية التي حظيت بها الخدمات الإسكانية من لدى جلالة الملك المفدة والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باعتبارها أولوية لتلبية متطلبات المواطنين وذلك من خلال توفير أفضل المواقع ذات الإطلالات والواجهات البحرية في غالبيتها وقالت الوزارة إنها مستمرة في تسريع نسب الإنجاز في المشاريع الإسكانية الحالية بهدف سرعة تسليمها للمواطنين المستفدين وهو الأمر الذي سينطبق على المشاريع الإسكانية المستقبلية إلى جانب حرص الوزارة على تنويع الخيارات الإسكانية من تمويلات وبرامج شراكة مع القطاع الخاص بما يوفر الاستقرار المعيشي للمواطنين